شوفوا معي شوفوا شوفوا رجع الغالي اشتغلت الشاشة ورجع الجهاز جديد طبعا رجع اشتغل الغالي الايفون 11 برو ماكس بعد ما كانت مكسورة شاشته رجع جديد حاليا تمام كله بعد ما بدلت له شاشته وقت اخبرتكم انه انا رح اعملكم فيديو كيف ممكن تصلح شاشة جهازك بالبيت بشوية ادوات وخصوصا اذا معك ايفون من ايفون اكس لل ايفون 15 قادر تبدلها بس بدك تتبع الخطوات اللي رح لك عليها والشرح كلاته بالفيديو من اولته لاخرته حتتتعلم كيف تغير شاشة جهازك او شاشة اجهزة رفقاتك حتى ممكن مع شوية ادوات بسيطة ممكن تشتريها وايضا بدون ما تتكلف كتير بدون ما تدفع مصاري كتير خصوصا هون باوروبا مثلا هيك شاشة جهازة بياخدوا عليها ضعف سعرها بدل ما تدفعها 50 او 60 يورو ممكن تدفع 150 يورو مشان تبدل شاشة جهازك فبهذا الفيديو رح علمك كيف تبدل شاشة جهازك من الصفر لحد ما تخلص الشاشة شو الشغلات لازم تنتبه عليها حتى ما تخروب الفيس اي دي او حتى ما تخروب جهازك وايضا شو الادوات الممكن تشتريها فالفيديو تردت عليه كتير لهيك بدي منكم تعملون على لايك صغير تكتبو لنا كومنت حلو وخلونا نبلج سبا بداية اول ما جبت الجهاز في هاي البورد اشتريتها طبعا هاي ما في داعي تشتروها انتو انا اشتريتها بس لانه انا بدي اشتغل اجهزة كتير ممكن تستعين عنها بسشوار يعني ممكن انت تجيب سشوار تصخين الجهاز بدال هاي البورد الزرقة اللي شايفها وطبعا في عدية انفكات راح اتبلكم ياهم تحت بالوصف حاليا هاي البورد عم حميها انا مشان حمي شاشة الجهاز لانه لازم جهازي اول مرة بينفك فلازم كتير تصخين الجهاز بشكل كويس طبعا هاي البورد اذا انت بك تشتغل كتير مو لمرة واحدة فيفضل انك تشتريها يعني هي سعرها 80 يورو بس اذا انت بك تبدي جهازك لمرة واحدة او حتى اذا عندك سشوار ممكن يشتغل طبعا بدك تحمي الجهاز انا عم حمي الجهاز لتوصل الحرارة عندي تقريبا للخمسة وثمانين وتقريبا مدة عشر دقايق بس لحتى يسخن الجهاز بشكل جيد وحس انه الحرارة صارت كويسة على الجهاز واطراف الشاشة بشان بدل الشاشة طبعا تذكرت انه حضط لزقة ضد الكسر فشلتها حتى تتوزع الحرارة بشكل افضل انه لزقة ضد الكسر بتمنع شوي وصول الحرارة على اطراف الشاشة طبعا جهازي شوي صعب لانه اول مرة بفك انا الشاشة مو متل الاجهزة اللي بتكون مفكوكة ابل بتكون اسهل وجهازي ضد المي فهلاء راح تعزلية تبع المي طبعا حاولت فكه انا من الطرف الاول هاي غلط هون لازم تحق فكه من الطرف الثاني الطرف اليميني متل ما انفك معي هون لانه هداك الطرف بيجي مسكر شوي واصعب من هون بيجي اسهل كل الايفونات من هذا الطرف بتبدي فيه بالفتح طبعا تحتاج هادا الادوات او الاوتيل او التول مشان تفكه راح اكتبلكم ياهم بصندوق الوصف وطبعا بدك تحاول تفكه شوي 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 من الاطراف شوي شوي بحيس انك ما تخرب الشاشة ولازم ما تدخل هادا الادوات هاي تدخلها لجوه كتير مشان ما تقطع جوه شرايط الموجودة ضمن الشاشة عرفت عليه شلون شرايط البوار وهالشارلات هاي طبعا بتفتح الشاشة هون في عندك اعدة براغي لازم تفكهم فالشي هون عندك لازم تفك كنكتر البطارية فيه برغيين عندك لكل كنكتر البطارية وفي عندك تقريبا 2 4 6 براغي للشاشة والفيس اي دي والتاشو هادول بالسماعة طبعا اول شي متل ما تلك بتفك كنكتر البطارية فيه برغيين بتشيلهم اول برغي يوم نشيله فيه برغي تاني طبعا في هذا انفك بدك تستعمله ونحن نحتاجه 3 انفكات فقط اللي بيجي مصالب او بيجي عادي وبيجي مسلس وهو فيه المفك الثاني الخاص بالبراغي كمان تبعات الايفون هلا هيك بتفكي الكونكتور طبعا بطارية فصلت الكهرباء عن الجهاز حتى ما يصير شورت او انك احيانا بيصير شورت بتوصل فولت مكان فولت مكان آي سي فبيخرب البورت كله وبيخرب الجهاز كله فاول شي دعبا نحن نساوي من فكها وحيانا فيه مصالحين للأسف ما بيفكوا كونكتور البطارية مشان سرعة فلما بيفك الشاشة او بركبها بيدرو باي سي الاضاءة فبعد ما يغير الشاشة بيلاقي اضاءة الجهاز راحت وبيبدل شاشة تانية او تالتة ما بيستفاد بسبب انه بيكون الجهاز موصول بالكهرباء او يعني شغال البطارية وفيه كهرباء وماشي الجهاز وبيشيل كونكتور البطارية بدون ما يضفي الجهاز وبدون ما يشيل كونكتور الشاشة فلما بتشيل كونكتور الشاشة بهالحالة بدون ما تلغي كونكتور البطارية بتضرب اي سي الاضاءة وحيانا بتضرب اي سي الداة تبع الشاشة وبتعمل مشاكل بالجهاز فدائما اي جهاز بدك تصلحه لازم اول شي تعمله انك تفك كونكتور البطارية وبعدها نتبلش بقى او شو بدك تصلح او شو بدك وهلا حاليا انا فكت كل هاد الغطط التاني يلي تحته بيجي موجود كنكتر السماعة و كنكتر الشاشة والتوتش بدك تفكهم هدول كنكترات بدك كمان حزر شوي شوي وبتشيل الشاشة طبعا هون في عنا شغل صغير بسيط بالشاشة بدنا نفك محل السماعة والهيتفون والحساس والمايك الامامي كمان بيجي راكب هون فمايشي لا كلها من هاي القطعة و مركبها على الشاشة الجديدة هون فتحت الشاشة الجديدة انا متل مشايفين ام اتكد بالشاشة الجديدة اذا فيها البلاستيكة تبعيت الفيس اي دي لانه في شاشة تبتجي ما موجودة معانا جبت شاشة نوعية منيحة فموجودة طبعا في ويا بس في شاشات تبتجي ما فيها وبتكون نوعيتها مانا كتير كويسة لازم تفك البلاستيكة من شاشة الأديمة تربعة لجديدة وهذا مو شي كويس ينجب تكون موجودة إذا الشاشتك من هاي الشغلة ممكن تعرف إذا الشاشة كويسة أو لا لازم تكون هاي البلاستيكية موجودة فأول الشي منفك في عنا ثلاث براغي براغي فوق وبرغي على اليمين وبرغي فوق ثلاث براغي بالضبط طبعا براغي اللي فوق بيختلف من فكتبها أو عن البرغيين الثاني طبعا حافظهم أنا من كتر ما ببدل وبصلح فيه ممكنت هلأ هون ما بتشيلها لهاي أبدا قبل ما تصخن وتحمي ليش؟ لأن هاي بتضرب لك الفلاتة وبيصير بدك الفلاتة جديدة كاملة فلاتة السماعة مع كلتها هي العدة كلتها إذا شرطت معك شوي أنتو عم تشيلها فبتخرب بدك وحدة جديدة فيفضل إنك شو تساوي؟ تحميها لأن شغلت الماكينة أو هذا الحراري هذا عندي حميتها شوي لحد ما صخنت حسيتها صارت كويسة وبشي هالة سباتول اسمه على الخفيف من تحت من اليمين ومن اليسار بتحاول تفكها بدون ما تجرحها وعكس تستخدم سكين أو هالشغلات هاي ما بيمشي الحال بتضرب لفلاتة وبيصير بدك وحدة جديدة فشوي شوي هون بتفكها ولازم ضروري تحميها بس الشوار أو بهذا الجهاز يعني سشوار شغال عادي بس المهم تاخد حرارة كويسة وبعدين بتفك على مهلاك شوي شوي لازم تنتبه كتير انتو عم تفك له هاي وشوي شوي طلعت معي بكل أرياحية ما بدها ليش لاني سخنتها شوي طبعا إذا الجهاز مصلح قبل هادول الشغلات بتكون أسهل يعني فكتها بتكون أسهل بكتير لانه ما بتكون متلزيق وكالة وهيكي هلا متل ما شايفين هاي هي طفل جهاز الحرارة أنا وحاليا بدين إرها على الشاشة الجديدة هاي القطعة لازم تركبها بالشاشة الجديدة قبل ما تركب الشاشة الجديدة ومنجي لمرحلة تركيب هاي القطعة بس بتركبها تركيب بسيط طبعا عادي بتحطها محلها محل البراغي متل ما فكيتها هلا منصير منرجع بالخطوات برجوع يعني عادي طبعا أنا شاشتي هون اجت فيها للأسف مشكلة بمحل البراغي اللي فوق مايلي شوي على اليمين فما كان ينزل لحد ما جلستو شوي صغيرة طبعا هو نادرة ما تصير هاي ولانه شاشة هي مانا كتير كتير أورجينال مع انه جبت احسن نوعية ووليد وكذا بس احيانا بيطلع هيك شغلات بالشاشات فانت كونك تقني وكذا بتعرف انك بتجلسها انه مو نازل محل البراغي مو كذا وبتبلش تركب تركب اول براغي هذا الفكينا طبعا هذا الانفك تبعه بيختلف عن البراغيين التاني تمام هذا بيجي انفكه صغير شوي وبعدين بتركب البراغيين التاني تقريبا كل الشاشات من الايفون اكس للايفون 15 نفس الترتيبة نفس الطريقة بتختلف شغلات بسيطة يعني مكان البراغي وهي الشغلات هي وشغلات عادية يعني بس من الايفون اكس وطلو شاشات كتير سهلة كانت السبعة وثمانية شوي أصعب لانه فيها البصمة ومعصة البصمة وهيك ومعنى كتير صعبة بس شوي أصعب يعني اذا عندك شوي خبرة كمان تقدر تبدلهم وكتير أصعب شاشات كانت هي شاشات الايفون 4 وال4s كانت كتير تعذبنا كنا نفك الجهاز كله والبطارية ونطلع كل شي حتى نبدل الشاشة ونشيل البورد ونشيل كل شي المهم هون من نركب الكنكترات الفكيناهم واحد ورد تاني طبعا بتحفظ محل الكنكترات هلا هنه من ما تحطوا شاشة لحالهم بيبينوا يعني بس بشا ما تخربت تحط الكنكتر محل الكنكتر هو ما بينزل بس بيخرب لك الكنكتر طبعا لازم جرب الشاشة اكيد قبل ما سكر الجهاز بس رحركب البراغي كونه شفتها ضوت فغالبا انه هي شغالة بس طبعا بجربها قبل ما طبق الجهاز على أخير ويفضل تجربها قبل ما تركب حتى هاد الغطأ بس لانه انا جايبها من مكان موصوق شوي فركبت الغطأ مباشرة هون بتركب اللغطية وبترجع البراغي اللي فكيتهم واحد ولا الثاني طبعا حاول كل محل البراغي ترجعه مكانه ما تغير بمكان البراغي لانه في بعض الاجهزة اذا غيرت مكان البراغي كمان بيعمل مشكلة بالجهاز احيانا بيكون اطول بميليات بسيطة واصل بميليات بسيطة فلازم تحفظ كل البراغي مكانه وترجعهم يعني انا على اليمين هون حطيتهم ما بيين شوي بالتصوير نفس الرسمة يعني حطتهم مورة بعضهم نفس الشكل بحيس رجع كل براغي مكانه بالضبط هلا دول البراغي اغلبهم بيكونوا نفس الشيء تبعات هاد الغطأ بس انا هيك متعود انه دائما كل براغي بفكه برجعوا مكانه بس تركبهم واحد اثنين ثلاثة اللي بعده طبعا تعود انك ما تشد البراغي على الاخير لحد ما تركب كل البراغي بعدين بتعبر عليهم واحد واحد بتشدهم لانه بس شدت البراغي على الاخير احيانا تجي لتركب واحد تاني ما بينزل بترجع بدك ترخي الاخير وهيك فبتركب شوي بدون ما تشد شوي بدون ما تشد شوي بدون ما تشد البراغي براغي واخر شي بتعملهم شدة شدة وطبعا ما تشد كتير هنا براغي خفيفة كمان كل براغي بمكانه بتشد اول براغي تمام بتركب البراغي الثاني كمان تمام بعد ما تركبهم حطينا الجهاز على الشحن حتى نعمل تست للشاشة طبعا بعد ما شحن الجهاز شغلته فأعطيكم طريقة شلون تفحص الشاشة اي شاشة تشتريها دائما كيف بدك تفحصها طبعا بتجرب الشغلات البسيطة والشي تنزل هاي البراغي ترفع تنزل كذا بعدين تاخد واحد من التطبيقات لازم شاشة ما تعلق ابدا انتو عم تستخدمها وهذا شي طبيعي واخر الشي ممكن تجربها بتست بسيط انا كنت استعمله علمني عليه شخص اسمه عبد عباس انك تمسك تطبيق من التطبيقات تضل كابس عليه وبعدين تحركوا على كل الشاشة اذا الشاشة فيها مكان من المكانات مو شغال انتو عم تحرك التطبيق بيفصل وبيرجع محلو التطبيق فهون بتعرف انو في مشكلة بالشاشة او في مكان ما عم يشتغل طبعا كنا نجرب هاي الشي نحنا مع شاشات الـ HTC كانت كتير يصير فيها هالمشكلة شاشات السامسونج والآيفون قليل كتير بس مع هيك تعودت انا اعمل التست نفسه على طول هلا حاليا الشاشة 100% شغالة بضل بس شو نساوي انو نطبق الشاشة بتركب اول شي من فوق دائما من فوق بتبلش بتطبيق الشاشة بعدين الاجناب شوي شوي لازم تنزل الجهاز شوي شوي بدون ما تكبس بشكل كتير قوي بشكل كتير ما كان على مهلك يعني تسمع صوت الجهاز وهو عم يطبق يعني وبس شفت الجهاز طبع كله بالكامل تمام عادي بتركب آخر برغيين اللي هنه نفكناهم اول شي براغي القاعدة اللي تحت ومبروك عليك الجهاز صلحت وبدلت لوقل شاشته هذا كان شرح كامل لانك كيف تبدل الشاشة بالخطوات واحد اتنين ثلاثة كيف تبلش فيه كيف تفكه وكيف تركبه انا شرحت لكم ليش لانه حسيت انه الموضوع ماهنه كتير كتير صعب لانك مثلا حتى لو شخص مبتدئ شوي ممكن يبدل الشاشة ولانه في كتير ناس بتحاكيني بتكون بمناطق موجودة بعيدة وما فيه كتير مصلحين يعني او ما فيه مصلحين اساسا وما فيه كتير مصلحين بيكون عايش بضيعة بألمانيا بفرنسا بكذا فما عنده مصلح ياخد جهاز يروح يصلحه عنده وبيكون عنده شوية تواد فاضي ففينا يشتري شوية عدة اللي هي هلكم منفك وهلكم مش اسمه امكان ما يطلع حقهم 15 و 20 يورو تخليهم عندك ومع سشوار هيقلتلكم الباد مشرط تشتريها ممكن سشوار تسخن وبيمشي الحال اكيد بس انا جبتها حتى شوية الفيديو يطلع حلو ولاني بدي يشتغل اساسا لقدام بالاجهزة وبصيانة الاجهزة فهي بتسرعلي شوية العملية يعني وهيك منكون صلحنا شاشة اليداعش برو ماكس ورجع جهازنا الغالي بظل نحط له لزق ضد الكسر ان شاء الله بكرة ورجع الجهاز كله تمام طبعا الشي اللي سويته انا كله قدامكم فيك تسويوا انتم بس بدكم انكم تشتغلوا بحزر على مهلكم اول مرة تاني مرة بعدين بتصير بتاخد ايدكم على الموضوع بتصير موضوع سهل بالنسبة لكم هاي بالنسبة لشاشات الايفونات اذا بدكم نعمل فيديوهات لاجهزة تانية تغيير بطارية تغيير كذا وشهاجات سامسونج او كذا او شي كتبوا لي بالتعليقات فممكن نعملكم فيديوهات خصوصا لاجهزة الحديثة ما عم يكون هذا الامر صعب كتير على الناس يعني وما عم يشوفون ان الشي صعب كتير انك ممكن تساوي بالبيت عادي يعني وهيك مكون وصل لنهاية هذا الفيديو ان شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم واذا عجبكم اكيد ما تغسوا تعمنونا عجب تشتركوا بقناة نشوفكم في فيديو القادة الى اللقاء اشتركوا في القناة شكرا